الارهاب أمام كثير من الراغبين بعمل الخير تبرعا خوفا من أن تقع أسماؤهم ضمن قائمة ممولي الارهاب إلى أن الجمعيات الخيرية المعتمدة سعت لإضاح موقفها بعرض مسيرة التبرع حتى وصوله إلى المستحق مما جعلها تحصد جوائز الشفافية والوضوح ومنها جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الجمعية الحقيقة حازت على ثقة العديد من أصحاب الفضيلة اللي زكوا عملها وأفتوا بجواز دفع الزكاة لهذه الخدمة الصدقات دعم الأوقاف جمعية زمزم تسعى إلى تحقيق النموذج العملي للخدمات الصحية التطوعية بتقديم خدمات علاجية ووقائية للفرد والمجتمع والتوعية بالمشاكل الصحية ذات الأولوية وتقديم خدمات إسعافية وقت الأزمات بإقامة حملات طبية وتفعيل دور المجتمع في وضع الحلول للمشاكل الصحية باحترافية شاملة كنت أبحث ما نقف معايا لإكمال المبلغ من أجل شراء بقية المواد لأنه كان هناك علاج كيماوي لا بد أن تأخذ زوجتي بعد إجراء العملية الجراحية وعد دخل جراحي وأخذ المرض الخبيث من صدرها تملك جمعية زمزم قفلة طبية مجهزة بعيادات تتجول بين القرى والهجر بحثا عن أصحاب العوز الطبي وتقديم المساعدة لهم بعد الكشف وذلك بالتنسيق مع المراكز القروية والجمعيات الخيرية المعتمدة وإبلاغهم بموعد وصول القافلة ليكون العمل بطريقة منظمة وآمنة بدل من المرضى يجوني أنا على مكتبي الخاص وأنا أتابع حالتهم وأتأخذ مني الجهد ومن موظفيني فالجمعية بحكم إدارتها وخبرتها في المجال هذا بيساعدوني بأن هما يأخذوا مني الدعم وهم بيتولوا دراسة الحالات الطارئة حققت الجمعية خلال ستة عوام إنجازات طبية لأكثر من عشرة آلاف حالة بمبلغ تجاوز ستة وثلاثين مليون ريال أي ما يقترب إلى العشرة ملايين دولار عبر برامج العلاج الخيرية باعتماد كامل على أموال المتبرعين والزكاة مما يجعل المتبرع مطمئنا بأن تبرعاته ذهبت لمكانها الصحيح وبإتاحة الفرصة له بمتابعة سير التبرع لمن ذهب عبر موقعهم الإلكترونية سعود الخلف العربية جدا